انتهت الهدنة وعاد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لتبدأ صفحة جديدة من معاناة سكان القطاع رغم الحراك السياسي الدولي الذي تمثل في عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية الصين واني لبحث الأوضاع في غزة والمطالبات الدولية لإسرائيل بوقف الحرب لكن إسرائيل كان لها رأي آخر واستأنفت القتال وزير الخارجية الصيني حذر في مجلس الأمن من خطورة استئناف القتال وطالب بوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وهو ما لقى قبولا واسعا لدى الشارع الفلسطيني أعلنت الصين موقف الرافض لهذا العدوان من خلال وزير خارجية تاوانجي الذي عبر بشكل واضح وصريح أن الصين ضد أولا مبدئيا هي ترفض الاعتداء أو استخدام العنف ضد المدنيين ولكنها في ذات الوقت كانت واضحة وصريحة في ناحية أنه احترام القانون الإنساني الدولي وعدم قتل المدنيين تحت أي ذريعة كانت وزير الخارجية الصيني أكد على رفض بلاده لسياسة تهجير سكان قطاع غزة والعقاب الجماعي الذي يطال شعب غزة المواقف الصينية المعتدلة دفعت العديد من المحللين السياسيين إلى دعوة الصين للتدخل لإحلال السلام في الشرق الأوسط الصيني بالتأكيد لها موقف مغاية هي داعم لحقوق شعبنا الفلسطيني في الحصول على حقوقه التابتة والمشروعة وتستطيع أن تلعب من خلال ماكزها الاقتصادي ومن خلال ماكزها ومكانتها على مستوى مجلس الأمن وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية وأن تفقد أجندة باتجاه وقف هذا العدوان وباتجاه وقف إطلاق النار وباتجاه الحصول لشعبنا الفلسطين على حقوقه التابتة والمشروعة قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تقف دائما إلى جانب السلام والعدالة والضمير مشيرا إلى أن الصين قدمت ورقة مواقف بالشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تعرض مقترحات مثل الضغط من أجل وقف شامل لإطلاق النار وحماية المدنيين بشكل فعال وضمان توصيل المساعدات الإنسانية وتعزيز الوساطة الدبلوماسية وتنفيذ حل الدولتين عامر تمام سي جي تي إن العربية